عباد الله اعلموا رحمكم الله تعالى جميعا ان الطاعات تتفاضل عند الله تعالى بتضمنها تحقيق العبودية والتوحيد لله عز وجل وعموم نفعها للخلق مثل اركان الاسلام واعلموا ان الذنوب والمعاصي تعزم اقوباتها ويتسع شرها وفسادها بحسب ضررها لصاحبها والخلق وان الظلم من الذنوب العزامي والكبائر الجسامي يحيط بصاحبه ويدمره ويفسد عليه امره ويغير عليه احواله فتزول بها النعم كما ازالها عن آدم وحواء اذ كانا في الجنة اكلان منها رغضا حيث شاء وذلك بأقلهما ان تلكم الشجرة التي حرمها الله تعالى عليهما وتنزل به النقم كما فعل الله بابليس لما عصى ربه بترك سجدة واحدة لآدم ويدركه شؤمه وعقوباته في الدنيا والآخرة كما تدرك عقوبات الظلم الظرية ولأجل كفرة مظار الظلم يا عباد الله وعظيم خطره وتنوع مفاسده وكثير شره حرمه الله تعالى بين عباده كما حرمه على نفسه أولا فقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إِنِّي حرمت الظلم على نفسه وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَ فَلَا تَظَّالَمُوا الله أكبر فالله تعالى حرم الظلم على نفسه وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهُ وَهَذَا تَقَرُّمًا وَتَفَضُّلًا وَتَنْزِيهًا لِنَفْسِهِ عَنَّقِيسَةِ الظُّلْم فَإِنَّ الظُّلْمَ يَا عِبَادَ اللَّهِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ نَفْسٍ ضَعِيفًا لَا تَقْوَى أَلَى الْإِمْتِنَاءِ مِنَ الظُّلْمُ وَلَا يَكُونُ الظُّلْمُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ إِلَيْهِ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ جَهَلٍ وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ حَاجَةٍ وَعَنِ الْجَهَلِ فَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ الْغَنِيُّ أَنْ خَلْقِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِكُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَرَّمُوا الظُّلْمَ بَيْنَ عِبَادِهِ لِيَحْفَزُوا بِذَلِكَ دِينَهُمْ وَدُّنْيَاهُمْ وَلِيُسْلِهُوا أُمُورَهُمُ الدُّنْيَوِيَةِ وَالْأُخْرَوِيَةِ وَلِيَتِمَّ بَيْنَ الْعِبَادِ التعاون والتراحم بترك الظُّلْم وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ لِلَّهِ وَلِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى عِبَادَ اللَّهِ الظُّلْمُ يَضُرُّ الْفَرْدَ وَيُهُلِقُهُ وَيُوقِئُهُ فِي كُلِّ مَا يَقْرَهُ وَيُرَى بِسَبَبِ الظُّلْمِ وَيَرَى بِسَبَبِ الظُّلْمِ مَا يُسِيئُهُ فِي كُلِّ مَا يُحِبُ الظُّلْمُ يَخْرِبُ الْبُيُوتَ الْعَامِرَةَ وَيَجَعَلُ الْدِيَارَ دَامِرَةً وَيُبَدِّدُ الْأُمَمُ وَيُهُلِقُ الْحَرْثَ وَالنَّصْلِ وَلَقَدْ حَذَّرَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الظُّلْمِ غَایَةَ التَّهَذِيرِ وَأَخْبَرَنَا تَعَالَى بِأَنَّ هَلَاكَ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ لِنَحَذَرَ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلْ وَلَقَدْ أَهَلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهَلَقْنَاهَا لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَقَالَ تَعَالَى فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهَلَقْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئِرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَصِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أو آذانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبُصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي السُّدُورِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْ حُصَّيْهَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله وقد عجر الله تعالى وقد عجر الله تعالى هذه الأمة الإسلامية من الاستعصال والهلاك العام ولكن تبتلى بأقوبات دون الهلاك العام بسبب ذنوب تقع من بعض المسلمين وتشيء حتى لا تنكر ولا ينزجر عنها أصحابها كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يوما يقول لا إله إلا الله وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اِقْتَرَبْ فُتِهَ الْيَوْمَ مِنْ رَجْمِيَ أَجُوجُ وَمَأَجُوجُ مثل هذه وحلق بأسبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنه لك وفين الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث رواه الإمام البخاري ومسلم فدل هذا الحديث على أن بعض الأمة صالحون وأن بعضهم تقوا منهم ذنوب تصيب أقوباتها الكثير من الأمة في بعض الأزمان وفي بعض الأمكنة وفسر الخبث بالزنا فسر بعمل قوم لوط لقوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وقوله عن قوم لوط ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وفسر الحديث أيضا بالخمر ونحوه من المسكرات والمخدرات لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث ويعم الحديث كل معصية تغذب الله تبارك وتعالى وكل ظلم وعدوان ومعنى الحديث عام في كل ما حرم الله تعالى ويظلم به المسلم نفسه أو يظلم به غيره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم من جميع الذنوب وعلى رأسها الظلم إنه وليو ذلك والقادر علي 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر